كنت بتتكلم على رقم أربعة في التحديات الوعي وسلكيات المصريين بالزبط دي نقطة يعني فاصلة إذا لم نحل هذه المشكلة فأنت أمام مأذق تاريخي وصعب لا معنى للثلاثة اللي فوق ولا للستة اللي تحق بالزبط العبرة في العبرة التعامل مع السايح إزاي؟ لازم تعامل السايح صح يعني العبرة في السايحة الحديثة دلوقتي أنك تبقى عندك ملايين تكرارية الزيارة السايح لو ما تبسطش وبقى سفير ليك ومكلش كويس ومشربش كويس ومش في مكان نظيف مش يجي تالي فالوعي ولا يخلي يجري غريبي يعني مثلا أنت ممكن تروح باريس هما مثلا ممكننا دائما أقول المثال ده التلاتين مليون بروحوا في باريس كل سنة هما كل سنة تلاتين مليون جداد لا ده هما هما بيتغير اثنين تلاتة اربعة خمسة ليه؟ لكن في واحد حريص أنه يروح لأنه بيستمتع في المكان ده تروح تلاقي مطعم وواحد والتوابير وقفة اثنين كيلو يتعشى يلاقي كرسي مستمتع بالجودة مستمتع بسلوكيات الناس مستمتع بالشف بيعملوا أكل إيه فما حدش ضحك عليه ما حدش بقى لو أزازت حاجة ساعة هي بخمسة جنيبة عهله بعشرين زيك زي المواطن العادي تغيير سلوكيات الناس المصريين في التعاون مع السايح من أخطر القضايا في السياحة المصرية كم الشكاوى اللي بتجي لنا من السياحة الأجانب وبتجي لي شخصيا وبتجي لكل الناس حبث الشركات السياحة كبير جدا كبير جدا طول النهار أنت في مأساة في التعاون مع السايحة طول البزارات يبع له حاجة ولا مش عارف خالي خليلي بسعر كذا وهي سعرها الحقيقة مش كذا يبع له حاجة فالصو على أنها حاجة أصلي وهكذا كمل على كده في كل المكان اركب تاكسي كل سنة وتطيب في المطار حاجة بتخلي الناس مش عارفة تمشي ولازم يبقى نازل معاهم الوكيل بتاعهم هنا عمال يحلق عليهم من كل سنة طيب زي حضرتك ومش عارف أي كلام وحتى ما بقىش عارف يقولها له الجنسيته إيه ولا يقولها له إزاي المهم هو باصص لقضية أخرى فالصايح جاي وزعلان ومش مبسوط والتعاملات دي ما بتخلوش يرجع تاني وجام جالي رسائل وأنا نشرت بعضها بيشكو مر الشاكو من هذا التعامل مع المصري الغريبة أنه يعني منهج مش خائص طريقة عشان بسوط يجع البناء أصلي حادث فردية أصلي اللي يروح الهرب يعرف أنه لا حادث فردية ولا حاجة ده منهج بلطقة على السائح بالزبط يعني أنا أحيانا ببقى مش عاوز أتكلم في هذا الموضوع بس هو في الحقيقة مؤلم ومؤذي جدا باتكلم فيه عشان لازم نغيره مش معقول الدولة بتعمل وبتعمل بناء أساسية وبتعمل طرق ده أنا مشيت في طريق يعني رايح برسعيد بتطلع من طريق سمعالية مش عارفت اسمه دلوقتي تحية مصر بتلاقي نفسك ساعة ولا ساعتين هناك يعني شيء بديع شيء جميل طب الناس لازم تكون على المستوى ده الوعي ممكن يدمره عدم الوعي ممكن يدمره وعي الخاطئ انت لازم تشوف الناس وتعرفها ده وتعرفهم أن السياحة دي مهمة جدا السياحة دي لقم تعيش ليك والإبنك والأولاد خطة ومشروع وثقافة واختبير حملات ضخمة جدا